تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح سمو الشيخ انهيان بن زايد آل الهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل الهيان للأعمال الخيرية والإنسانية اليوم في حديقة أم الإمارات فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أبو ظبي للعلوم الذي ينظمه مجلس أبو ظبي للتعليم الذي يهدف إلى تحفيز فضول الأجيال الناشية في الدولة تجاه العلوم والتكنولوجيا وتحفيز اهتمامهم بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتفقد سمو الفعاليات والأنشطة العلمية المرافقة للمهرجان واطلع على مجموعة من الأعمال والبرامج العلمية